اهلا بكم الى حلقة جديدة من ليبيا حلم الاستقرار اسبوع واحد فقط باق على موعد الانتخابات الرئاسية الليبية اسبوع ولا مؤشرات واضحة على اتمام هذا الاستحقاق وسط غياب لائحة المرشحين الرسمية جاء قرار محكمة مصراتة بوقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن اعتماد القائمة الاولية ليؤكد المؤكد الانتخابات مؤجلة بانتظار الاعلان الرسمي عن ذلك فما الذي يمنع صدور هذا الاعلان طالما ان الجميع بات مقتنعا باستحالة اجراء هذه الانتخابات وما الذي يمنع الليبيين من حسم الجدال بشأن الانتخابات وما البديل عن الانتخابات الرئاسية اذا الغيت واي مؤشر اعطته التوترات الامنية الاخيرة نرحب بالدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي الليبي سيكون معنا من جنوى ايطاليا وسينظم ايضا معنا اثناء الحلقة الدكتور عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي وسيكون معنا من باريس نبدأ منك دكتور فؤاد بداية هل الانتخابات يعني وسط هذا التضارف في المعلومات وسط الاطراف التي تؤكد على اجرائها والاطراف التي تحذر من اجرائها هل ستجرى الانتخابات الرئاسية الليبيا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والمشاهدين الكرام في الحقيقة الامر في ليبيا واضح وغير مدد يعني الامر واضحة ومنذ مدة ان الانتخابات لا رئاسية ولا نيابية هي ستجرى في موعدها في ليبيا وفي الحقيقة هذا كان مفهوما منذ مدة يعني ولكن تأكد بعد ان قبلت المحكمة ترشح رئيس الحكومة الحالي السيد عبد الحميد الدبيبة وايضا ترشح ابن رئيس العقيد السائل العقيد القدافي ايضا في مدينة سبهن بعد ترشح هؤلاء الاثنين اصبح من شبه المؤكد اننا لن نذهب الى انتخابات رئاسية وفي الحقيقة يعني من صاغ قانون الانتخابات سواء الرئاسية والنيابية صاغه بطريقة وهو يعلم جيدا انه لا يريد ذهاب الانتخابات لنكن واضحين وبدون يعني لفهم لدوران بكلام واضح ومسيح الطبقة السياسية الموجودة في ليبيا هو اناقص صنع بالذات مجلس النواب ومعه مجلس الدولة لا يرغبون في اي انتخابات مجلس الدولة منذ 2012 وهو في السلطة ومجلس النواب منذ 2014 خروجه من الذهاب الى انتخابات يعني فقدان المزايا الكبيرة التي لديها سواء المزايا المادية او المزايا السياسية لذلك سيعملهم بكل قوة على عرقلت هذا الانتخابات وكنا نعلم هذا يعني كل براقب يفهم جيدا القضاء الليبي يعلم هذا ولذلك تمت صيادة قانون الانتخابات بهذه الطريقة حتى تطمع القلطة كانت هناك فكرة الذهاب الى انتخابات رئاسية بقوانين مفصلة على بعض الأشخاص ولكن ترشح رئيس الحكومة الحالي ذو الشعبية الكبيرة الحقيقة في النيبيان عندها شعبية كبيرة جدا أصبح محطة على الأطراف التي صاغت تلك القوانين الانتخابية أن تمنع الوصول إلى هذه الانتخابات الرئاسية وهذا ما يحدث الآن الانتخابات الرئاسية لن تجرى والانتخابات النيابية أيضا لن تجرى وهذا في حكم المؤكد وفي الحقيقة أنا شخصيا قلت هذا الكلام على أكثر من خلالات الفيسيونية منذ أكثر من شهر نحن متأكدون أن الانتخابات لن تجرى المشكلة الوحيدة الآن هو الإعلان عن عدم إجراء الانتخابات هو ليس بالمشكل الكبير ولكن الأطراف المعرقة للانتخابات والتي لا ترغب في الانتخابات لا تود أن تتحمل هي مسؤولية عرقة الانتخابات تحاول أن تخرج لنا شيئا يبرر تأجيل هذه الانتخابات إلى الآن لم يستطيعوا الوصول إلى هذا الإخراج أو هذا العرض السينمائي ليقولوا لنا أن الانتخابات لم تجرى ولكن كما أقول لك من المؤكد وهذا ليس جديدا كل مطلع جيد على الوضع الليبي يفهم حلفيات ما يحدث وراء الكواليس وليس المعلن يعلم جيدا أن هذه الانتخابات لم تجرى وهذا ليس من الآن بل من وقت بعيد نجدد الترحيب هنا بضيفنا المحلل السياسي الليبي الدكتور عبد الحكيم فنوش دكتور فنوش ما هو رأيك بهذا الكلام هذه الانتخابات لم تجرى ولن تجرى ليس بفعل الليلة الدامية التي عاشتها طرابلس ليس بفعل الاشتباك السياسي ليس بفعل الخلافات على بعض الشخصيات المرشحة لهذه الانتخابات منها سيف الإسلام القذافي أو رئيس الحكومة ذو الشعبية الكبيرة كما يقول ضيفنا بل من الأساس هذه الانتخابات لم تجرى لأن هناك طبقة متمسكة بمكاسبها أولا ثانيا صاغت هذا القانون الانتخابي ليكون فتنة فبالتالي لا توجد هناك انتخابات ما رأيك بهذا الكلام؟ مرحبا أخي العزيز بيكو بضيفك الكريم وبالإخوة المشاهدين الحقيقة نعم أنا أتفق بأن لما عدد هناك ممكنية على الإطلاق لإشراء هذه الانتخابات وأعتقد بأن القول بأن هناك قانون ما هو فصل لأجل أشخاص بعينهم لا أتفق معه على الإطلاق هل هناك طبقة سياسية تسعى للبقاء في السلطة؟ نعم أتفق مع هذا الطرح بأن هذه الطبقة السياسية تسعى للبقاء في السلطة ولكن أتصور بأن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك من هذه الطبقة السياسية المتدادين والمتحاكمة في السلطة وإنما الأمر له علاقة بالأطراف الخارجية أيضا ويجب أن ندرك جيدا بأن ليبيا الآن أصبحت ورقة لدى أطراف عديدة وكل الطرف من هذه الأطراف لديها من ربطت معه علاقة ما بحيث أنه يدير الحالة السياسية بكيفية التي يريدها نحن نتحدث الحقيقة عن سلطة الآن موجودة في طرابلس ولن نتحدث عن دولة على الإطلاق هذه السلطة تدار من قبل طبقة سياسية ليس من اليوم وإنما هي دات مرجعيات عقدية ودات هيمنة وسيطرة على مؤسسة الدولة داخل طرابلس ربطت وجودها بأطراف خارجية أصبحت هذه الأطراف الخارجية تستغل الحالة الليبية ولا ترى سببا الآن يفرض عليها ضرورة أن ترتضي أي واقع ما من الممكن أن يطغه الليبيون والسبب في هذا هو عدم تشكل أي إرادة ليبية حقيقية لفرض أمر واقع يفرض على هذه الأطراف الخارجية التي سحبت من الليبيين حقهم بأن يسوغوا مصيرهم من خلال ابتداع منطق ما لإدارة الدولة اسمه المعترفة بهم وأعطى في نفسها هذه الأطراف الخارجية الحق بأن تملك من تعترف به ومن لا تعترف به وأصبح حقيقة التي تدير الحالة سياسية الليبية إذن أنا أعتطق بأن الانتخابات لن تجرى وأن هناك طبقة سياسية متمسكة بالحكم ولكن الأمر أراه أكثر تعقيدا وأرى أن هناك صراع لدول كبرى الآن داخل ليبيا هي التي كانت أيضا سببا من أسباب من هي أبرز هذه الدول دكتور أنا أرى بأن خروج سيف المفاجئ الآن يأتي تنفية وتنصيقا مع الطرف الروسي ولا أرى أن سيف تحرك من ذاته وأتصور بأن الحراكة التي جرى في طرابلس لإرباك المشهد السياسي من خلال مجلس الدولة ومن خلال بعض المجموعات المسلحة في منطقة الغربية من ليبيا جاء تنفية لتواجههم تركي وأرى بأن الأمريكان من خلال تعيين السيدة ستيفاني ويليامس الآن كمستشارة للأمين العام بعد أن عرفت بأن الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع أن تدفع بحيث أن سيدة ستيفاني ويليامس تكون مبعوثة بدل سيد كوبيتش في مجلس الأمن ويليام ستيفاني ويليامس تكون معارضة وفرضت وجودها من خلال أعطاها هذه الصفة المستشارة وهذا يعكس بأن هناك صراعا أمريكيا وصراعا روسيا وصراعا تركيا في الحالة اليوكية يدار من قبل هذه الأطراف الليبية التي لها مصلحة في المقاة في السلطة والسبب الأساس هو عدم تشكل هذه الإرادة الليبية التي تفرض على كل هذه الأطراف ضرورة وهنا السؤال دكتور اسمح لي أن أنتقل الدكتور محمد فؤاد لنسأل أين هي بالتالي الإرادة الشعبية الليبية هذه الانتخابات منتظرة من قبل الشارع الليبي كي يقول كلمته كي ينطلق لغد أفضل كي يأتي برئيس جديد للبلاد ويكون منتخب يعني آمال كبيرة وكثيرة تعلق على هذه المرحلة وإذا بها بهذه الصورة بخلافات سياسية بخلافات قوى إقليمية ودولية وهذه الانتخابات الآن ذاهبة يعني أبرز المتفائلين يقول لا توجد انتخابات وأنتم الآن أيضا تتفقان على هذا القول إذن أين هو الليبي المواطن لا هو المواطن يعني كان هناك تم ساحب أكثر من مليونين ونصف بطاقة انتخابية من حوالي 3.8 حق لها بالانتخاب وهي نسبة عالية عدد المسجرين حوالي مليونين وتمويلين ألف هذا يدل كأنه استفتاء غير مباشر على رغبة الليبيين الليبيين يريدون انتخاب عدد المرشحين الانتخابات النيابية كبير جدا حوالي 6.000 مرشح عدد المرشحين حتى الانتخابات الرئاسية حوالي 100 مترشح أقل بقليل 100 فميلا واضح أن ما يريد الليبيون هو الذهاب لانتخابات ولكن كما قلت لك صحيح هناك تدخلات دولية بدون شك في ليبيا تدخلات دولية موجودة في كل دول العالم في ليبيا أكبر من غيرها بسبب عدم موجود الاستقرار ولكن هذا لا ينفي طبعا أو تحميل المسؤولية على الأطراف الليبية نفسها هذه الأطراف هي التي تريد البقاء في السلطة هناك طبعا خلافات جعوية خلافات فكية هناك خلافات كما هناك في أي دولة في العالم ولكن هذه الطبقة السياسية الآن تحاول أن تمنع الوصول كما قلت لك إلى الانتخابات المجتمع الدولي بسبب عامة لا يمانع كثيرا في إجراء انتخابات حقيقة معظم دول العالم ترغب في الذهاب إلى انتخابات ميابية لأنها في الحقيقة هي حتى فكرة الانتخابات الرئاسية فكرة لم تكن صحيحة حقيقة في بلد يمر بحرب أهلية الذهاب إلى انتخابات رئاسية والكل يعلم أن الانتخابات الرئاسية هي معادلة صفرية من يفوز يفوز بكل شيء ومن يخسر يخسر كل شيء تجعل كل من يشعر بأنه سيخسر هذه الانتخابات سيكون معرقا للهداء وهذا ما حدث وانا قلت لك منذ أن تصير هذا القانون الانتخابي ووصيح بهذه الطريقة الكل كان هناك رغبة في الحقيقة في الذهاب إلى انتخابات ميابية أولا ثم التفكير لأننيبيا ليست لديها نظام رئاسي ولكن هذا ما حدث من فصل القانون الانتخابي يعلم جيدا هذا يعلم أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية فجعل الكل متشكك وهذا ما حدث يعني اللي حصل الآن ترشح رئيس الوزراء قد النظر عن الموافقة على ترشح أملا جعل كل المترشحين الباقيين يقصون ضدهم بدون استثمان لأنهم يعلمون جيدا أملا أملهم في فوز ضحيف شدا في وجوده في السلطة هو طبعا دخل الحياة السياسية قريبا وهذه هي الميزة الكبيرة التي عندنا لأن الليبيين لا يرغبون في رؤية المشوف القديمة في السلطة ولذلك شخصية جديدة على المجلس راح السياسي جعلت لي شعبية كبيرة حقيقة فهذا جعل كل المترشحين الرئاسي ومنهم طبعا كثير لديهم نفوذ كبير لأننا نحن نتكلم عن مناس فعلا لديهم نفوذ مثلا خليفة حفتر في الشرق عقيل الصالح في الشرق فتح بشاغة في المنطقة غالبية المرشحين بكتور لديهم قواعد جماهيرية لا لا شوف قواعد جماهيرية في الحقيقة هذا كلام مش تقيق معظم هؤلاء السياسيين ليس كلهم يعني ليست لديهم قواعد جماهيرية أنا قلت الغالبية يعني الأبرز الآن في المشهد رئيس الوزراء وأنت قلت لدي الكثير من المريدين سيف الإسلام القذافي لديه تفاهمات مع قبائل خليفة حفتر إذا أردت التفصيل في هذا الموضوع شوف ليبيا ليست لبنان مثلا عن سبيل المثال في لبنان القادة السياسيين في لبنان يعني لديهم فعلا شعبية ولديهم يعني تاريخ طويل من العمل السياسي يمثلون طوائف وفي ليبيا يمثلون أحزاب في ليبيا في الحقيقة هذا الوضع غير موجود ليبيا كانت طيلة 42 سنة تحكم مكتب الشخص واحد لا توجد في ليبيا طوائف كما لا عن الجميع حتى القبائل دورها محدود جدا يعني يجب أن تعلم أن أكبر مدينة في ليبيا وهي ترابوس وهي مدينة غير قبلية يضم حوالي ثلث سكان ليبيا صحيح لا أمكن أن القبائل اللي هي دور في ليبيا يضم شكلها دور ولكن ليس كما يتطور البعض أن أكبر دولة قبلية هذا كلام في الحقيقة غير دقيق معظم المنطقة الغربية فيها نوع من الجهوية ولكن كلمة قبلية في المنطقة الغربية بالتالي إذن تقول غالبية المرشحين الآن للانتخابات لا يمتلكون قواعد جماهرية حتى رئيس الوزراء الذي يملك الآن شعبية كبيرة لا يملك قاعدة في الحقيقة التاريخية هو لديه شعبية لسببين مهمين حونها الآن هو رئيس الوزراء الحالي في السلطة وثانيا لأنه خارج الطبقة السياسية المعتادة فلذلك لديه شعبية خليفة حفتر شعبي تستكمن في أنه قائد واضح هذا ليس متأكيد حتى لا نخذ أكثر حتى لا نخذ أكثر بهذا الموضوع يعني كل شخصية وما لديها من جمهور لكن الأهم والواضح من فكرتك بأنه الواقع الليبي الآن والحالة الليبية لا تحتمل انتخابات رئاسية بهذا الشكل وبهذه المقاسات كما ذكرت معادلة صفرية من يخسر يخسر كل شيء هناك من في ليبيا من لا يتحمل الخسارة ولا يريد الخسارة وسوف لن يعترف ولا أدهى بيده سلاح جيد طيب هذا نسأل عنه أيضا الدكتور فنوش دكتور إذن وفق هذا الواقع الموجود حاليا الانتخابات مستحيلة لماذا لم يعلن عن تأجيل الانتخابات ويكون الأمر الرسمي أولا وثانيا ما هو البديل يعني إذا كان القول بأن إجراء الانتخابات بهذه الظروف سيؤدي إلى الفوضى ما أيضا عدم إجراء الانتخابات ربما يؤدي إلى الفوضى بكل تأكيد هناك ضرورة لوضع سيناريو ما ولوضع تصور ما لكيفية إدارة المرحلة القادمة ولكن أرى أنه النقطة الجوهرية هنا هو كيفية التعامل مع السلطة بعد 24 ديسمبر وبعد انتهاء الفترة التي افتر فيها السيد عبد الحميد البيب أن يترك السلطة هو من معه من أعضاء الحكومة وبالتالي هناك ضرورة لتصور سلطة ما تنفيذية لإدارة البلد وتصور بأن هذا الأمر ما يتم الآن لأهداد له في كيفية إدارة المرحلة القادمة بالذات بعد الجرائم التي يتكبها عبد الحميد البيب الحقيقة نحن نتحدث عن رئيس وزراء التضح وهناك شكوك حول تزويره لشهاداته وبالتالي وعدم التزامه بالقانون الانتخاب وهناك الكثير من ما أخذ عليها الحقيقة عبد الحميد البيب وبالتالي المطروح أمامنا الآن قبل الذهاب إلى السيناريو البديل لكيفية إدارة الانتخابات هو كيفية إدارة السلطة من الأساس عبد الحميد البيب ما عاد يصلح ولا يجب أن يكون على رأس حبيب السلطة بشكل من الأشكال وما أخشاه بأن هناك بعض التحركات التي قد تحدث في طرابلس من قبل بعض الأجسام الموجودة هناك لما يعطى تصور جديد لكيفية إدارة السلطة بعد 24 ديسمبر وبالتالي هم بأن عبد الحميد البيب وحكومته ستكون ساقطة ولا تستطيع أن تدير البلد بشكل خارطة الطريقة التي أتت بها وبأن هذا سيكون سببا للأطراف الأخرى بتصور حل بديل وإداءة الاتيان بحكومة بديلة وبالتالي المسلح على تجارة طرابلس جزء من هذه التحركات كان يصعى إلى شرعنة إمكانية صناعة بديل المال للسلطة يعني ما حدث يوم أمس في طرابلس كان بروفا لما بعد الرابع والعشرين من الجاري ومحاولة لإسقاط الشرعية التي تبقى لها فقط أسبوعا واحدا الآن لإيجاد تصور لكيفية إنتاج بديل لها سلطة بديلة لها وهذا الحراك جاء استباقا لتصور لإدارة السلطة بشكل مغاير من قبل البرلمان ومن قبل الأطراف الأخرى في المنطقة الغربية من ليبيا والتي صرحت سابقا بأن عبد الحميد البيب انطلاقا من 24 نيسان لا يحق له أن يكون على رأس هذه السلطة التشريعية والتحركات التي تجري في طرابلس الآن أتصور بأن جزءا منها يأتي في هذا الإطار لإنتاج بديل ما للسلطة عبد الحميد البيب بعد 24 ديسمبر وهل سيكون مقنع دكتور هذا البديل يعني السلاح من سيقبل بالسلاح بديلا للحكومة الموجودة صحيح سندخل بفراغ بعد هذا التاريخ لكن أيضا من سيقبل بالسلاح ومن سيقبل بالانفلات الأمني لا نتحدث هنا حتى هذه اللحظة عن الانفلات الأمني نتحدث الآن السلاح موجود لم يغب على الإطلاق وهو متماهي مع السلطة في المنطقة الغربية من طرابلس وحضر في منطقة برقة صحيح وبالتالي السلاح لم يغب على الإطلاق هو سلاح موجود وسلاح مؤثر في الحالة السياسية والسلطة في ليبيا ولكن هناك شيء في غاية الأهمية أخي العزيز وهو ضرورة تشخيص الحالة الليبية نحن ما عدنا نتحدث هنا في ليبيا عن دولة لو يوجد هناك دولة في ليبيا هناك مفهوما للدولة يدار من خلال بعض المؤسسات الموجودة في طرابلس والمسيطر عليها من قبل طبقة سياسية ومجموعات المسلحة صاغت وجودها مع أطراف الخارجية نحن نتحدث هنا لأخذ مثالا على انفلات وانعدام معنى الدولة وانفلات هذه المجموعة المسيطرة على السلطة فترة الاستوال السنوات الماضية مثلا لدينا محافظة مصرف بيليا المركزي صارت محافظة مصرف بيليا المركزي من يومين أو ثلاثة أيام ليقول حسنا من الممكن أن أوحد المصرف المركزي الليبي ولكن وفقا لنتائج الانتخابات التي ستجري أي أنه هو من يقرر فيما إذا سيوحد المصرف المركزي أو لا يوحده وفقا لفهمه لنتائج الانتخابات وموافقته على نتائج الانتخابات من عدمه هذا المحافظ صرف مثلا 96 مليار دولار لرئيس حكومة هذا الرئيس الحكومة لم تصرف له مزانية ولم تقبل له مزانية من قبل الفرلمان هذه الفكرة في وجود مفهوما للدولة مسيطر عليه من قبل طبقة سياسية ومؤسسات خارج نطاق سيطرة أي مرجعية قانونية ودستورية يتم التحكم فيها من قبل الخارج هذا المنطق هو الذي يعد من مفهوم الدولة ويجعل الصراع الآن داخل طرابلس تكفي صناعة السلطة لأن أي سلطة تأتي إلى طرابلس تتمهى مع المؤسسات الموجودة ولها مجموعات المسلحة تهميها وبغض النظر عن قدرتها على إدارة مفهوم الدولة في ليبيا مع أنه دكتور فقط للملاحظة بخصوص 96 مليار لذكرتها حضرتك الطرف الآخر يقول بالتالي هي أنفقت لحكومة شرعية أنفقت كموازنة تشغيلية مشاريع هذه حكومة لديها نفقات والحياة السياسية أو الرسمية شبه معطلة بقضية الموازنة والاتفاق والتوافق لكن دعني هنا حتى لا نطيل على الدكتور محمد فؤاد دكتور هل نحن بعد تاريخ الانتخابات فيما لو أجلت ذاهبون صوب الفراغ والسلاح بالسلاح طيب وإذا كنا نتحدث عن المجتمع الدولي والإرادة الدولية في ليبيا وهي غير مهتمة إلى الانتخابات ستقبل بالتعايش مع وضع جديد يحكمه السلاح أو يكون للسلاح الصوت الأعلى فيه شوفوا نحن خرشنا شوية من موضوع الحلقة لأن الفكرة الآن نحن نتحدث عن الانتخابات من يعالق الانتخابات بدون شك هو مجلس النواب إلى حد ما مجلس الدولة ولكن من أساس مجلس النواب حتى نلخص ما حدث مجلس النواب وبدأ من أن يحترم الاتفاق السياسي مجلس النواب الآن موجود هو موجود بسبب وجود الاتفاق السياسي وبدأ من أن يحترم العلاج الدكتوري والذي يجبره على اتخاذ خطوات معينة لإصدار قانون الانتخابات أصدر القانون بالمخالفة الدكتورية ومخالفة الاتفاق السياسي والكل يعلم هذا ولكن الكل رضى بهذا لأن الهدف الأساسي كان مصور الانتخابات الآن مجلس النواب نفسه لا يريد الانتخابات لأنه أسباب حديدة وليس هو فقط حتى لا نحدد المشكلة في مجلس النواب ولكن مجلس النواب لا يريد الانتخابات نتحدث عن الشرعية كل الأجسام في ميبيا بدون أي شرعية يعني مجلس النواب في الحقيقة مثلا مجلس الدولة الكل يعلم أنه فقط جزء كبير من شرعيتها عندما أصدر تعديلا دستوريا وتم انتخاب مجلس النواب مجلس النواب أتى بقانون واضح وطريح جدا أن فقاعة السلطة لمدة 18 شهر ولا يجوز له التمديد إلا عبر السبتان وهذا لم يحدث ثم جاء الاتفاق الدستوري كان الاتفاق الصغيرات الأطراف لا تحترم هذا الاتفاق لذلك كل الأجسام هدية هم موجودة الحكومة الآن في وضع محرش بدون شرع ولكن الحكومة تستطيع الآن أن تخرج وهذا ما حدث في الحقيقة أنا لن أسلم إلا لسلطة منتخب كنتم حاولتوا نحن رأتينا لتنفيذ الانتخابات أنتم من تعرقون الانتخابات وليست الحكومة إذن أنتم من تخرجون من المشهد وخصوصا أن هذه الانتخابات الهدف منها هو تغيير مجلس النواب ومجلس الدولة لذلك بدون شك الوضع سيكون صعب الحكومة كما قلت تستطيع أن تكون تقول لنا موجودة السلاح الآن لإجابة على سؤالك لم تكن في هذه المدة حرب في ليبيا والسبب بسيط جدا هناك تواثر عسكري مهم لماذا لا تحقق حرب في ليبيا ليبيا كانت في حرب منذ سنتين تقريبا عندما حدث تواثر عسكري الكل يعلم ما حدث في عملية الهجوم على طرابوس والهزيمة التي عنيت بها القوات المعتنية بعد تلك الهزيمة القوات الموجودة أو الميليشيات الموجودة في طرابوس ليسا كذيها رخبة في الذهاب أبعد من طرابوس الميليشيات الموجودة في الشرق لا تستطيع الذهاب إلى طرابوس بسبب تواصل القوة ولذلك يمكنك هناك حرب في المدى المنظوحي قلوش أي من القوات الأجنبية أو الدعم الأجنبي الذي يدعم أحد الطرفين لبما يسمح بحرب مدامة القوات مدامة المنتزقة على سبيل المثال من الفاقنر والجنجاويد وغيرها موجودة في مع الميليشيات التابعة على المنطقة الشرقية ومدامة القوات التركية مدامة موجودة في طرابوس فلن تحدث هناك أي حرب وسيلقى صراع سياسي على فكرة أريد أن أنبه على شيء ما حدث في طرابوس السبب الرئيسي له وليس موضوع الانتخابات ما حدث في طرابوس هو احتجاج من بعض القوات المسلحة بسبب تغيير آمر منطقة طرابوس العسكرية هذا هو السبب الرئيسي لما يحدث وليس موضوع الانتخابات وبعض حاولوا استغلال الموضوع الانتخابات كما قلت لك كل الأطراف البعض خائف دكتور البعض خائف أنه بعد الرابع والعشرين من ديسمبر يكون هذا التاريخ هو الأخير لهذه الحكومة ثم بعد ذلك يصبح الوجود غير شرعي أي طرف يحرك السلاح على الحكومة وعلى مؤسسات الحكومة في طرابوس يكون تحت شعار هذه الحكومة غير شرعية وانتهى صلاحيتها لا هو شوف ما قلت لك ربما ستخرج كلام من هذا كما قلت كل الأمسات الجرعية يعني من سيأتي بحكومة إذا الاتفاق السياسي الاتفاق الذي وقع في التسخيل أتواضح جدا في أن تشكيل الحكومة أي حكومة يجب أن يكون بالتفاق بين مجلس الدولة والنوار وهذا اللي يحدث علما دعنا الآن نقولك السيناريو الذي يحاول بعض الأشخاص التي هي محرقة الانتخابات التي تحدثون بها الآن ينقم سخرج التسريبات أن رئيس مجلس الدولة السيد خالد المجري وهو في الحقيقة من حركة الإخوة المسلمين ربما يتفق مع عقينة صالح اللي هو رئيس مجلس النوار أنهم يلتقوا في المغرب لرحاية من فتح بشاغة اللي هو وزير الداخلية السابق للمحاولة إلى الخروج باتفاق جديد كل الأطراف اللي تكنتها الآن سواء عقينة صالح أو فتح بشاغة أو خالد المجري ليس مصلحتهم إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يحاولون أنهم يديروا حكومة جديدة ومدة انتقالية جديدة لمدة 24 شهر هذا ما خالد شمال تسريبات إلى الآن لا نعلم إن كانت سيحدث أم لا ولكن هذا مؤكد أن هناك بعض المفاوضات حول هذا الموضوع هذه محاولة المحاولة هذه مصابة أنها تنجح لأنها الآن طيب هنا هاتف على الذهاب يفصل اسمح لي دكتور فقط أن نسأل ضيفنا الكريم لأن هذا أيضا كان هو سؤال مهم ورئيسي في خضم هذه الانسدادات السياسية الموجودة في المشهد الليبي بتأجيل الانتخابات والمستقبل مظلم دكتور فنوش ما مدى في حال أجلت هذه الانتخابات حتى يتم تنفيس لو صح التعبير للأزمة السياسية المحتقنة ليبيا أن يذهب الفاعل السياسي الليبي إلى اتفاق جديد سواء في المغرب كما ذكر الدكتور أو في أي بلد آخر يذهب إلى اتفاق جديد ينظم شكل المرحلة المقبلة طبعا هذا وارد جدا وهذا ما يجب أن يكون يجب أن نستسلم لهذه الحالة بحكم أن الانتخابات لم تجل في 24 ديسمبر إذن نضع تصور آخر وسيناريو آخر لكيفية التعامل مع الحالة السياسية القادمة ولكنني قلت الحقيقة بأن التحدي الأول الذي سنواجهها الآن هو كيفية التعامل مع السلطة التنفيذية ومع الحكومة التي أصبحت عائقا أساس أمام يتصور لكيفية إدارة البلد من أجل إجراء هذه الانتخابات لقد جاءت هذه الحكومة من أجل الإعداد للانتخابات وعدم المشاركة فيها فإذا بالسيد عبد الحميد البيب يستغل موازنة الدولة بموافقة محافظة مصرفية المركزي ليصرف الميزانيات وليكسر التعهد يكسر التعهد الذي تعحد به أمام الجميع بعدم دخول لهذه الانتخابات ويستغل ميزانية الدولة من أجل أن يدخل لهذه الانتخابات فأرشل هذه الغاية التي أتت به إلى السلطة وهو إعداد للانتخابات وليس المشاركة فيها إذن أمامنا الآن هو كيفية التعامل مع خلق سلطة بديلة ومن ثم يتم الذهاب إلى كيفية تصور آخر لإدارة الانتخابات بشكل مغاير بعد أن أثبتت الأحداث الآن بأن الانتخابات الرئاسية قد لا تكون هي الأولوية الآن وإنما يجب الذهاب إلى انتخابات برلمانية إذن من سيطرح هذه الفكرة ومن يستبنى هذه الفكرة نحن لدينا الآن مستشارة للأمين العام الآن وأتصور بأن إذا كانت من سيناريو ما ممكن أن يتم سيتم من خلالها ولكن لتخبر أي سيناريو كان عليها أن تستغل الآليات الليبية في كيفية الإعداد لهذا الأمر فإما أن تذهب إلى البرلمان أو أن تذهب إلى لجلة الحوار من أجل تقديم البديل أو التشاور مع هذه الأطراف من أجل إنتاج تصور آخر لكيفية إدارة الانتخابات ضيفينا كريمين الدكتور فنوش والدكتور فؤاد اسمح لنا بالذهاب إلى فاصل ثم نتابع هذه الحلقة فاصل قصير ونتابع نحييكم لكم نحييكم لكم ومن جديد ما هي أبرز المبادرات والمؤتمرات التي نظمت لدعم ليبيا منذ 2011 وعن ماذا أسفرت التفاصيل في العرض التالي لمريم عثمان أهلا بكم مشاهدين منذ اشتعال النزاع عام 2011 عرف الملف الليبي سلسلة طويلة من المبادرات الدولية والتحركات السياسية للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة انبثقت عن بعضها اتفاقات فيما لم يؤدي بعضها الآخر إلى أي نتائج ملموسة عام 2015 احتضنت مدينة الصخيرات في المغرب حوارا بين القوى السياسية الليبية بإشراف الأمم المتحدة أسفر عن اتفاق الصخيرات الذي شكل مدخلا لحل الصراع السياسي والعسكري في ليبيا فضلا عن مؤسسات حكومة الوفاق الوطنية مؤتمر باريس واحد وباريس اثنان عامي 2017 و2018 شهد تطورات الأول استضاف خلاله الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كلا من رئيس حكومة الوفاق الليبية السابق فايز السراج وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر وتم الاتفاق فيه على وقف اطلاق النار وتطبيق اتفاق الصخيرات وإجراء انتخابات فيما تم الاتفاق خلال مؤتمر باريس اثنين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مؤتمر باليرمو عام 2018 شارك فيه السراج وحفتر وثمان وثلاثون دولة بينها تركيا ومصر وروسيا والولايات المتحدة وتم الاتفاق خلاله على إجراء انتخابات عام 2019 اجتماع ابو ظبي عام 2019 شارك فيها السراج وحفتر ولم يخرج الاجتماع بأي جديد سوى الاتفاق النظري على انهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وإجراء انتخابات مؤتمر برلين واحد في كانون الثاني يناير عام 2020 رسم بيانه الختمي خارطة طريق لحل الأزمة الليبية من خلال الإصرار على انهاء التحركات العسكرية كافة مسار المباحثات في جونيف انطلق في شباط فبراير من العام 2020 وجمع الأطراف الليبيين على طاولة الحوار في كل من تونس وجونيف وقد قاد المسار حتى شباط فبراير عام 2021 إلى اختيار محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد أدبيبا رئيسا للوزراء وأخيرا مؤتمر برلين اثنين في حزيران يونيو المنصرم الذي اتفق فيه المجتمعون على ضرورة أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من هذا الشهر نجدد الترحيب بكم وبضيفينا من العاصمة الفرنسية باريس المحلل السياسي الليبي الدكتور عبد الحكيم فنوش ومن جنوى الإيطالية المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد فؤاد مرحبا بكم من جديد معك دكتور فؤاد يعني تقريبا سبعة مؤتمرات منذ 2011 وحتى اليوم ولم تنتش شيء واضح أنه الشيطان يكمن في التفاصيل لكن لماذا لا تكلل هذه المساعي الإقليمية والدولية من أجل ليبيا إلى حل لهذه الأزمة وبالتالي تنعكس إيجابا على البلد دائما ما تتعقد الأمور أكثر أين تكمن المشكلة تحديدا؟ المشكلة ليست بسيطة يعني هي مشاكل وليس مشكلة واحدة أولا لا توجد رهبا الأطراف الدولية لحل المشكلة من الكل يريد الكعكة يعني من يدعم أحد الأطراف يريد أن يفوز هذا الطلاف فقط بكعكة يعني هناك بدون شك مشروعية في ليبيا يعني لكل يعلم هذا هناك مشروع العودة للدولية العسكرية مدعوم من بعض الأطراف وهناك مشروع مدعوم كثيرا من قلة من الدول أنه لحاول ذهاب ليبيا إلى دولة حديثة أو دولة مدنية ولكن حتى المفهوم الدولة المدنية في ليبيا مازال بعيدة يعني فهذا معلوم يعني فمعظم القوة الدولية حقيقة لا ترغب في رؤية نظام ديمقراطي في ليبيا هذا مفهوم وأسبابها مفهومة أعتقد يعني لا نريد الخوف في هذا الأمر كل دول في المنطقة هي دول حتى وكانت تنظيمتها إلى حد ما في الدعية الديمقراطية ولكن الكل يعلم ما هو الوضع في العالم العربي لذلك نأخذ كثيرا في شرحة الموضوع ثم هناك السراع الداخلي من شك حتى له دور كبير في حدى موجود الحل الآن إذا كنا نريد الحل الحل موجود الكل الآن أصبح مقتنع كل من يريد الوصول إلى حل هناك كما قلت أطراف لا تريد يوصول إلى حل الحل الآن المطوح المفروضة بهاب إلى انتخابات نيابية في ظل استحالة الذهاب إلى انتخابات رئاسية كما يعلم الجميع لكن السؤال الصعب الآن كيف يمكن الذهاب إلى هذه الانتخابات البرلمانية هناك أطراف لا ترغب في هذه الانتخابات بدون أدى شكرا وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب شخص مغن في الحياة النهبية الآن وهو لا يريد ذهاب إلى انتخابات لأنه تفقد منصبه في التطور جديد يعني ذهاب إلى انتخابات نيابية يعني خروجها تماماً من المشهد وأنا نقطة مهمة جداً يجب أن يفهمها المشاهد الحرب كل السياسين الموجودين في الساحة الليبية الآن ليست لديهم قواعد جماهلية حقيقية يعني لها قواعد عقدية أو فكرية أو طائفية لذلك الكل يعلم من هؤلاء الموجودين أنها مجرد خروجها من الأصفة يعني أنها يطبخ مواطن عادي مثال واضح حتى يفهم المشاهد رئيس الحكومة استمرت سيد فريد سيد فريد سيد فريد استمرت الحكومة خمس سنوات بمجرد خروجها من الحكومة أصبح شخصية غير معروفة ممكن وليس أبداً وليس لها أي دور وهذا ينطبخ بالدفع عم على كل الطبقة السياسية بس اتناء شخص أو شخصين ولدالك كل هذه الأشخاص وينافل الذهاب إلى انتخابات الأهل كما قلنا الحل هو انتخابات نيابية سيدة ستيفاني وليام استعلم هذا الكلام جيداً المفهوضة أنها تصعى أيضاً هي لهذا الحل طيب ولكن كيف يتطريق هذا الحل كيف سيتم خاجة دكتور فنوش اسمح لي فقط دكتور فواد أن أسأل دكتور فنوش عن هذه النقطة يعني الاحتكام أو اللجوء فقط إلى النيابية الانتخابات والذهاب بالرئاسية في مهب الريح هل هذا ممكن؟ هل هذا مقنع؟ هل هذا سيكون مفيداً لليبيا؟ كل الأمور قد تطرح ولا أجد مبرراً حتى لضرورة إسقاط فكرة الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية قد تكون الانتخابات الرئاسية بشكل مغاير غير بالشكل التي طرحت فيه ولكن بإمكان أن نتصور تصوراً للرئاسة بشكل مغاير وبالتالي الانتخابات الرئاسية متوازية مع الانتخابات البرلمانية من ممكن أن يكون هناك سيناريو بهذا الشكل ولكن اسمح لي يا أخي العزيز الحقيقة أتمنى على ضيفك الكريم أن ننأى بأنفسنا في محاولة إسقال الأزبة الليبية على أفراد على أشخاص عديد هو المعاركة الحال الأزمة الليبية أو محاولة الإشارة لحبتر أو عجيلة على أن أكثر الناس يعني معاركة ولكيفية إدارة الحالة الليبية هذا يجعلنا موجهة طبعاً لن نشخص الحالة الليبية تشخيصاً دقيقاً على الإطلاق أنا كانت عندي تحفظات على بعض التأسيس الذي ذهب إليه ضيفك الكريم في كيفية وصولنا لهذه الأزمة ولكني لا أريد أن أدخل فيه حتى لا نتوه في هذه الحلقة ولكن أتمنى على الجانية أن يحاول أن يؤصل للأزمة الليبية بعيداً جداً عن عاقيلة صالح عاقيلة صالح جل الانتخابات في 2014 عملية الكرامة حدثت في 2014 وأرى بأن أثبتنا نحن كليبيين انطلقت من 2011 إلى هذه الساعة قبل كل هذه الأحيات التي تجري الآن والقوة بأن هناك مشروعان من يسعون إلى حكم عسكري أتصور بأن هناك بشر أسوياء لسبب جيني لعله حدث وفايروس تضربهم بشكل من أشكال وتشوهوا فأصبحوا يبحثون عن حل العسكري عن حكم عسكري ديكتاتوري هذا لا يمكن أن يتصور إنسان إذا أصيب بخلل ما وبالتالي محاولة تصوير المشهد على هذا البشر يبحثون عن حكم عسكري ديكتاتوري والآخرون يبحثون عن حكم المدني الديمقراطي وهذا الحكم المدني الديمقراطي قادر على أن يتحدثها مع المتطرفين والأرهابيين ومع الاحتلال والغزو ومع قطع الرؤوس وبالتالي كل هذه المعانيها أنا أريد أن أصل لحالة بيبيا يا أخي العزيز بس أفوا دكتور ماذا قصدت بقاطع الرؤوس السلطة التي تجدرت بطرابلس من 2012 إلى هذه الساعة يا أخي العزيز ثابت بشكل جلي وواضح تنصيقها مع الأطراف الخارجية للتعامل مع المرهبيين والمتطرفين من 2011 إلى هذه الساعة وسأعطيك مثالا صريحا على هذا هناك شخص اسمه المهدي الحراثي هذا المتطرف ذهب إلى سوريا وأسس شيئا ما اسمه لواء الأمة في سوريا من المتطرفين والإرهابيين الليبيين وغير الليبيين وهو على علاقة وفي قاعدته مع أردوغان وكان على علاقة جيدة مع الأمريكان يذهب هذا الرجل ويؤسس لواء الأمة من المتطرفين في سوريا ويرجع إلى ليبيا ويصبح محافظ العاصمة الليبية داخل ترابلس بمعرفة الأمريكان ولذلك أنا أسست مفهوما ما لكفي تسع عامة ما يحال الليبية أسميته انتفاء طرف ادعاء عدم المعرفة هذا يعني بأن الأمريكان يدركون جيدا علاقة هذا الرجل بالرهاب في سوريا وكيف تمت هذه العملية وكيف أنه تم نقل أرهابيين من 2012 إرهابيين كانوا ينقلوا بمعرفة CIA من ليبيا وفقا وتنصيقا مع المجموعة السياسية الموجودة في ترابلس الآن من 2013 إلى هذه الساعة كانوا ينقلوا من ليبيا ويذهبوا إلى تركيا ومن تركيا يدخلوا إلى سوريا من أجل استقاط المظام في سوريا ومن ثم تم إرجاعهم في 2014 عندما اطلقت عملية كرامة من أجل أن يحاربوا الجيش الليبي دفاعا عن هذه المجموعات المتطرفة الإرهابية إذن نتحدث هنا فيه هناك سمر هيرش آخر عزيز تحدثتها يوماً ما في 2014 وعن شيئ ما أسمته CIA خطر في إيران وهو يتحدث عن إرهابيين كانوا ينقلوا من ليبيا عن طريق تركيا إلى سوريا ومعرفة كل الأطراف الطبقة السياسية التي كانت تنصق مع الأمريكان حول هذا الأمر لها علاقة بالحكومة الموجودة حالياً الآن هذه المجموعة السياسية الإسلاموية كلها عارض كيف كانت على علاقة بالCIA وكانت تتعامل مع الأجماعات المرهابية والمتطرفة وهي التي أعطيت لها الحق إدارة شأن ليبيا من خلال طرابلس وعندما حاولاً جيش الليبي أن يحرر طرابلس لم يهجم جيش الليبي على طرابلس كمدينة وأهلنا وأناسنا هناك وإنما ذهب جيش الليبي إلى طرابلس لأجل تعرير مدينة طرابلس من الميليشيات ومن الحكم الذي سيطر عليها طوال العشر سنوات الماضية والذي سيطر عليها وفقاً لإرادة الخارجية كانت تعلم بعلاقة هذه المجموعات التي سيطرت على طرابلس بجماعات إرهابية ومتطرفة طيب دكتور وكانت أرادت لها أن تسيطر على الحكم في ليبيا إذن القضية مش في شخص عادينا صالح لديش الحكم ولا حق في ليبيا يجعل عاديهم ديكتاتور وهناك بشر ما شوهوا وأصبحوا عشاق لحكم ما ديكتاتوري مستفيد العملية أكثر تعقيداً من ذلك اسمح لي أسأل بهذه النقطة للدكتور فؤاد بالتالي دكتور نحن تحدثنا عن تقريباً سبعة مؤتمرات ولم تنتج شيء والواضح أيضاً من كلام الدكتور فنوش بأن هذا عدم الاستقرار في ليبيا وحمامات الدماء في بعض المناطق التي جرت هو حاجة خارجية وحاجة داخلية لبعض الطبقة السياسية الليبية التي تورطت بالقتل في داخل ليبيا وحتى في خارج البلاد شوفه طبعاً أنا كنتش لي بناكش الموضوع هذا ولكني في الحقيقة لأني من ترابلس لا أستطيع أتكلم بكلام ذلك ما حصل في ترابلس الهجوم اللي صار على ترابلس ومئات المدنيين ومنطقة جنوب ترابلس كل ذلك تدمرت والكل يعلم أنه وقص المستشفيات وسيارات الإسعاف وطلبة الكلية العسكرية والجرائم المروعة والألغام اللي قاعدة تحصل إلى الآن في أرواح المدنيين في ترابلس يقول لي الهجوم ما كانش عن مدنيين الإجرام اللي حصل في الهجوم على ترابلس غير مسبوك يا أخي لذلك في الحقيقة غير مقبول كل ما يقوله الكل يعلم أن ما يصنعه بالجيش الوطني الليبي وهو ميليشيا مجرمة إجرامية قاتلة مجموعة ميليش قاتلة أو كانوا في الحقيقة يعني يقتلون الناس في الشوارع ويتصورون هذا بالفيديو فلذلك الدفاع عن هذا الجيش المجرم وخصوصا عندما يتعلق في مدينة ترابلس اللي حصل فيها ما حصل يا أخي جنوب ترابلس كله هدوم بسبب ذلك الهجوم هناك في ترابلس أكثر من 200 ألف مهجر داخل ترابلس يعني من سكان ترابلس نفسها في 200 ألف مهجر فقدوا بيوتهم ومساكنهم وأراضيهم بسبب هذا الهجوم ويقول لي لا والله إحنا بالحارب والإرهاب والكل يعلم أن القوات داعش من حارب داعش هي قوات المنطقة الغربية وبدعا من دول غربية من حارب داعش في سر من سمح لداعش بالخروج من المنطقة الشرقية هو حفطة هو خليفة حفطة والكل يعلم هذا لا ما هي أيضا دكتور هذه الصراعات والخوض بهذه التفاصيل وإن كانت حساسة هي تعطينا تصور للواقع الموجود حاليا سياسيا يعني الأمر موضع خلاف وموضع جدل قضية الهجوب على طرابلس لكن هل تنكر الأدلة الدامغة التي تتحدث بها أكثر من جهة بأن سلطات طرابلس تورطت بتسخير المال الليبي والطاقة الليبية في بلدان أخرى ومنها سوريا تحدث بها ضيفة الكريمة ما هي سلطات طرابلس على السراج مثلا لا ليس شخص بعينه عفوا ليس شخص بعينه لا 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 عفوا بيتس يعني نتكلم عن شخصيات يعني بعيدة جدا عن هذا اللي حارب الإرهاب في ليبيا هذا الوقائع الحرقية حارب الإرهاب في ليبيا هي قوات فجر ليبيا والكل يعلم من تتبع فجر ليبيا من سمح لقوات الإرهابيين بالخروج والذهاب 800 كم تحت الحماية معروف فشكور ثم إذا كان الأمريكان يدعمون القوات الإرهابية هذه اللي تتكلم عليها ضيفة حتى غريب جدا إذا نحن نمع الأمريكان والعالم كل يحكم فيه الأمريكان يعني حتى داعش وأصبحت أمريكية والقاعدة الأمريكية وكل أمريكان كلام في الحقيقة ضعيف جدا عن الواقع ثم هناك شيء آخر مهم جدا نحن كل يعلم العالم العربي كله في دكتاتورية لا أعتقدنا هناك عاقة نستطيع القول أن العالم العربي يعيش في ديمقراطية ليقولي باسك يقولي والله هذا وهم وليس حدي يعيش في ديمقراطية الدولة الوحيدة اللي ما زالت تكافح في الوصول إلى ديمقراطية في المعالم العربي هو ليبيا والباقي الدول كلها يعلم أنها محكومة في دكتاتورية فهل هذا هو واضح الوهم واضح والحقيقة واضح دعني في الدقاقة المتبقية أرجوك الدول الدكتاتورية هو قادر حالي أنت وخرجتوين أنه ماشي من الحوار أنا لم أقف الحقيقة وليس التهاب في هذا الموضوع كلنا بنحاول نتكلم عن الأزمة الليبية وطرق الحلول وتشخيص ما يحدث الآن في ليبيا بطريقة واقعية بعيدة جدا نحن أعلم إذا ما أشرنا على المشكلة دكتور فؤاد معترام إذا ما أشرنا على المشكلة سوف لن نكون منطقيين بتناول الأزمة الليبية بكافة جوانبها يعني لا أحد يمكر هناك نار تحت الرماد لا أحد يمكر بأن هناك أخطاء ارتكبت خلال الفترة السابقة وأيضا لا أحد يمكر الوثاق والأدلة على تورط أطراف ليبيا عديدة في نزاعات داخلية وخارجية هذا موضوع بات محسوم لا 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 هذا غير محسوم هذا غير محسوم أن الحكومة الليبية دعمت أطراف بعينها للذهاب إلى كده هذا كلام لا أحد يقول الحكومة ولا أحد يقول شخص معين أخطأت جميع أو غالبية الأطراف ليبيا دولة بدون شك فيها نوع كبير من الفرية بعض الأشخاص أنها تذهب إلى مكان أواخر يعني مثلا القاعدة مشكلة من مصريين وسعوديين هل هذا يعني الحكومة السعودية تتحمل من العالم طيب 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 أثنوا واحد ما يقام بالعملية السعودية هل هذا يعني الحكومة السعودية تتحمل اللي خاوض أثنوا واحد بهذه النقطة سمح لي أن أعود للدكتور فنوش لأنه عندما تحاورت أنا نقلت بعض أفكار الدكتور فنوش طيب دكتور بالتالي الأخطاء التي وصفتها على حكومة طرابلس وأنه هي تتحمل مسؤولية أو أشخاص معينين يقول لك الآن الرجل يعني هذه الشواهد السلبية لا تتحمل هذه الحكومة وهناك دلائل كثر إذا كان فلان ينتمي إلى تنظيم إرهابي فلا يعني أن هذه الدولة تدعم الإرهاب أو هذه الجهة الحقيقة أنا لم تكلم الحكومة تكلم عن طبقة سياسية وعن مفهوم إدارة الدولة الليبية بالتنصيق مع أطراف الخارجية لا تكلم عن شخص بعينه وإننا أتكلم عن ما حدث في ليبيا وتصور بأن التجر أضيفك الكريم على إنكار هذا الأمر في حين أنه لا ينفره أحد على الإطلاقه وهذا الأمر جاء في تقرير الخبراء الذي يقدم من مجلس الأمن وبالتالي الحديث هذا يفقد معناه معاش لحقيمة الحقيقة عندما ننكر شيئا ما غير قابل الإنكار ثلاثة حالة معاش فيه إمكانية على كيف للرهان على أي استدلال من الممكن أن يقبل بالإستساسية يتحدث عن بأن هناك ليبيا أصبحت المكان الوحيد الذي يبحث فيه البشر عن حالة ديمقراطية ما في الوطن العربي أضع شيء عندما يتجر على تصريح مثل هذا الأمر على كيف يصبح الكلام فقد معاش فيه إمكانية للبرحنة على الحالة الغيبية التي يعيشها البعض الحقيقة ما يحدث في ليبيا الآن هو هذا الإصرار على هذا القطعية التي لدى ضيفك الكريم وهو يصر على أن طرابلس بحكم أن طرابلس بأن هي تمثل الحالة الجيدة والآخرين هم العشرار هذا الإنقسام بين نحن وهم هو بيت القصيد وهو الإنساء الذين عيشوا حقوقهم وبالتالي هذا هذا التقسيم الذي يحاول أن يلبس الشر كله لما يجري في منطقتنا نحن في منطقة بارغو منطقة شرقية من ليبيا وبأن الآخرين حتى وكن أخطأوا وليد حلال ويبحثون عن دموقراطية ودولة مدنية حتى وإن كان سندا لهذه الدولة المدنية للبقرة وزيقرة وغنيوة وكل هؤلاء حتى وإن كانوا المجموعة هذه التي مرتبطة بتجارة البشر والإرهابيين ومتطرفين والذين ينكر وجودهم ويقول بأن الإرهابيين لم يتحاربهم إلا نحن نحن هم المنطقة الغربية هم اللي حاربوا الإرهابيين وداعش بحين أن لمدة ثلاث سنوات في بنغازي رفعت أعلام وأقيمت إمارات داخل بنغازي وكنا نحاربهم ومن كان يدعم هذه الإمارات الظلامة التي كانت موجودة لدينا هي طبقة سياسية التي تحدث عنها أنا هنا أريد أن أميز أخي العزيز لكن مختصار أرجوك انتهى الوقت لا أتحدث عن أهلنا في طرابلس ولا أتحدث عن مدينة أو يقع فيها من أذى نؤذين أرحل أيضا ولكن نتحدث عن امتهاب عن نهب لمصير الدولة والوطن من قبل شلة تحكمت في طرابلس مصيرها وتحكمت في أهلها والخلاص منهم هو خلاص لأهل طرابلس وخلاص لليبيا بمجملها بحكم أن مؤسسات الدولة والدولة كلها اختزلت داخل هذه المنطقة والرقعة الجغرافية نحن لا نعادي أهلنا في طرابلس هم أهلنا وهم ليبيون ونحن ننتبه إليهم وبالتالي الصراح هو على كيفية استرجاع الدولة التي نهب وجسدت داخل بعض المنطقة داخل طرابلس المسيطر عليها من قبل الإسلام السياسي وبعض الرهابيين والمجموعة المسلحة الدكتور عبد الحكيم فنوش المحلل السياسي الليبي كنت معنا من باريس والدكتور محمد فؤاد المحلل السياسي الليبي أيضا كنت معنا من جنوى من إيطاليا ضيفين المحترمين شكرا جزيلا لكم الشكر موصول لكم مشاهدين هذه الحلقة انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة